بالنسبة للمشاركاتكم بالنسبة لما حدث في اللجات يا شباب هناك أكثر من 10 ألاف مقاتل من النصرة وأحرار الشام وجيش اليرموك والمعارضة المعتدلة وغيرهم يقاتلون داعش فيها والسؤال أنه كيف وصلت لهناك يا شباب جاءت من بير قصب إلى قرية الأصفر استقروا باللجات والناس صارت تبايعهم اللجات تعرف وتكثر فيها العشائر وهي منطقة بدوية يعرف ببدل اللجات ومعروفة كلمتهم وحدة وعددهم تقريبا المقاتلين لتنظيم ما زالوا على ما أعتقد حوالي 400 عنصر كل المبيعين على فكرة من أهل حوران نفسهم اللي كانوا جيش حر واللي كان نصرة واللي كان هيئة تنسيق طبعا شهداء اللي يرموك على رأسهم بايعوا كمان وعلى مبدأ هو تعامل جيش اليرموك كيف كشف نفسه وكاد المريب أن يقول خذوني نسبة المهاجرين فيها لا تذكر معدومين تقريبا معدودين على عدد اليد كيف وصلوا منطقة اللجات منطقة وعرة صحراوية تمتد من شرق من السويدة دمشق إلى حوران كل هذه منطقة اللجات كبيرة جدا يعني عشرات الكيلومترات والنظام نفسه بكل قواته عجزة أن يدخل وهم على فكرة شاطرين بالتواجد بهذاك مناطق يعني ملعبهم هي مناطق الصحراوية والجبلية كيف وصل سؤال ثاني من محمد كيف وصل جيش الإسلام للقلمون الشرقي والغوطة محاصرة مثل السؤال كيف وصلوا إلى اللجات يعني يا شباب بتسألونا والله أنا كأني يعني مدير إدارة الاستطلاع في جيش سوري ما بعرف والله كيف راحوا عضمير بسيارات كل واحدة فيها سيارات شيئ مئة مقاتل وبقوا يومين بعدين كيف وصلوا إلى القلمون الشرقي لا نعلم مردنا ترجمة نانسي قنقر